في الواف قمارك أنا را خدمت في مجاري داعي الكترونية كنت خلصها 2000 ريار في شار واش كان شي واحد عنده سلطة أكبر من سلطة الوزراء والسياسية اللي كاعتوك البرناموات او لا هم بيناتهم كيدوجوا لك ديزنفوماسيون لتصفية الحسابات بيناتهم هذا برنامان يفاسد وهذا بغي يعطي الأصرف ميلة 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 اه احطيهم لي يا أخويا شكيقول لك وهبي شكيقول في قانون اللي هو كيديروه مغاي يسوقه باش يجيب البوزر ما عشنه مغاي يدير في إلغاء الشريم العلاقة الرضاية جلالة المالك را كان واضح في الخيطاب ديال أنا لن أحلي لما أحرمه الله ولن أحرمه ما أحلله الله ديك كتنقفني ديك البلاصة سميته بالأباس مقابر بالأباس ها هو عندك لا ترجع لها دراها دي حيت حيتما زل ما خلصوك شكك لاش حيتشوف هناك علاقة وطيضة كما كتتروج دعبة بين أخنوش والصحابة أنا باغي نبيع الماطف من دعبة أنا نقول لك باغي نبيع الماطف يعني ما وصلتك لخصائت باغي نبيع الماطف ديما هذيك الطريقة مش كنتدوي في فيسبوك وحبا للشغرة والبوزر حيت علاش بالعكس من اللي كنتي كنت قلصها أقدر ناطق الرسمي دي لإسمحك وما كنت تمتم البوز والشغرة أنا نقول لك أمر وصلك سديدة ديال بلقطة أنا أقول لك كي يجوج ديال طورة هما بالنسبة لهم واحد صحافة ديما كيمارسو إلي أنا إلى المئات مليون جيب باركة بعيدة رفاة مئات مليون قانونية ما عندما تريد دارة خرجتك طريقة قانونية دي أجيت تسد المليار اللي خرج بالقانون وكي يقول لك عندك الورقة الأخديثية ما حكيت تباع خمس سيلف درع ما حكيت تحت اخذ من المخطط أخذها تتوستين مليون لفوق كنت تحدده بش لا كنت سيبت اليسالة وكن دير خدمج ماذا بغيت دخلتك؟ تبا انت بغيت تدير في هالم الحقيق هنا شوف غيت تعليم انت مليك هتصرق 40 مليار من المخطط لستيعجالي لتعليم شوف تبغيت الله يعطيك الخير روسنا هذا هو الهدف دياله هذا هو الهدف دياله هذه القوة دياله هو انك انت ماشيش تصوّف شوف فياك هنا في انتخاب بس عنوش هنا اخوش ما عندك من هنا ماذا عندي موب ديال دوش الحكومة يكما غاسكدب علينا كما غاسكدب علينا فرمضا في ارتفاع السعار فجلس اخوش ما غاسكدب علينا كما غاسكدب علينا فرمضا هذا هو من العادي الكبيرة من اللغاية التي تحاولها بميه الدنيا مبادرة تشريعية تقساريح تمكيل أمهاد في المغرب من الولايات دخلتكم على سبوصور منزل منصاتخابيري.com إذا كان لديك أي مشروع سواء في الإنترنت أو الإنترنت ويجب أن تزيد القدام في البرجيتك من السنة الخبيرية ستعاونك لكي تسجح المشروع عن طريق أنك تتعاون مع الكثير من المشروعين في الكثير من المشروع مثل الإيكوميرس، الكاشون ديليفري المركزين ديجيال، الساس، في الموبيلية، وفي التردي ومع أشخاص الذين يتعاون في المشروع ونعرفون في الويب المغربي مثل عبدالزاق يوسفي يوسف أقلال حسن أوناصر وحمد صفريوي وطارق المليح إذا كنت تدخل الانترنت في الوصف تسجح الانترنت لكي تدخل الانترنت في الضمي اللي بغيتي وانت ستجد القناة الذي ستعاونك في أي شيء بغيتي كيف تسجده وانترنت في صندوق الوصف ونجدكم مع الحلقة ولموسمة الثالثة من برنامج طويلتوك ستواعي مع كل ضيف وضيف هذه الحلقة الصحفي أشرف بالمدة مرحبا بك السياة أشرف مرحبا سياة أشرف وشكراً بزايف حيث قبلت الدعوة بجدز معنا في برنامج طويلتوك مرحبا مرحبا سياة أشرف لي شكراً جزيلاً السياة أشرف انت أتبارك الله عليك أنا كم ما عارفين عليك ناس صحفي ومدير النشر بجريدة إيلام تيفي نعم وأيضاً ناشط فيسبوكي كتفطر بالسياسيين وكتغذى بالسياسيين وكتع الشابع وش أنت ما عندك ما يدار من غير أنك تفضح السياسيين أو بالأحرى الفاسدين السياسيين من اللي قلتي كتفضح كلمة الفضيحة وربطتها مع الفاساد فضح الفاساد هو الضور دي أنك صحفي الصحفة في المغرب من اللي قرأناها قرأنا على أساس حاجة ولكن من اللي تخرج تخدمها في أشياء كتخدمي يما أشياء حاجة أخرى يما أنتك تختار بأنك أنت تمارضيك الصحفة اللي عندك في المخيلة دي لك أبسط حاجة أبدأ معك مثلاً بسنا نقدر نصرح لك الصحفة اللي بغيها العالم اللي بغيها العالم هي اللي أنا في اتجاد المواطنين نقسمين على الجو الصحفة نقسم على الجو كاللي كيبغيها الحقيقة والصحفة الاستقصائية اللي كيبغيها المواطنين وكيشوف كيرتاح فيها واللي هي إن شاء الله غدينا حاولوا ندخلوا لاننا خلالة حتى اللي بغيها الشباب الجداد المغرب وكيلي كيبغيها المسؤولين ويأطني شور قاوستي ولا عفا 인 strangers هذين أن ما ذكرهم من خلالكم كيفاش يبغيها المسؤولين المسؤولين كيفاش يبغيه الصحفة دي outr no دي ذالي سلطة Couldn't enter his own كيبغيوا بحالك تقدر تشوف غير في البلون عليهم بغوبيش خم pleasant هما كيبغيوا بحالك أنا جيوجيك وندرقوا بحالك كيبغيوا بحالك أنت مغوبش ولا يريد أن أعطيك صورة جميلة ونرسم لك صورة جميلة أنا لا ولكن هذا الشغل رجعوا لي قبل حيث عندي بزاف الأسئلة على علاقة الصحافة بحوائش أخرى باش نبدو في التحريات ديالنا السياة شرف قول واش ممكن تعود لنا البدايات ديالك مع الصحافة علاش اختاريتي بالضبط أنك تمتع المجال إعلام والصحافة واش كنت تحلم من صغرك أنك تكون صحافي من صغريك اش كان حلم باش نقول لك أنه الإنسان كان موجود جنم هدر الحيش شخصية ولكن هنقول لك الأول مرة أنا في الأول كان عندي الحلم أنني لتحق بلي ذات عكدا المعادة العالية في المصرحي كان عندي أحد لوشي يكشيف محطوط وليلأسف ما تقابلش فيه صفي وكان عندي مشيت قدرت تكوي المياني في واحد العام صفي من اللي ضع ليها واللي التلف يعني بحلا ملغيتها مشيت تكوي المياني ومورا هارجعت حاوش أنا قريت الصحافة هنا يعني فكازة قريت الصحافة فكازة ويتخرج من اللي تخرج خدمت خدمت القناة مغربية بذن ذاكرة الإسماء وطولت معا ماشي شوية مورا هارجعت حدامت في واحد الجريدة اللي أنا في اللوي في قبارك أنا را خدمت في الجريدة اللي كترونيها كتنا تخلص 8000 ريال فشار 400 درم 400 درم فشار الله القاصة ما كانش كيعطيني تفلوس 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 صحافي صحافي 400 درم اه 400 درم اوكي اللي هي كتبت القادية وموكنا عفونا الصحافيين كتتخلصه اه 400 درم 400 درم كتنا نشده في 2015 و2016 في 2015 و2016 كتنا نتخلص 400 درم ولكن باش نتعلم تخدم شوية جريدة اللي كتونية جديدة لا خدام ماش يستعجر حتى انا بجدخل شبع اساس نخدم بكونترا بسنساس لا ولو راك خدام راك خدام راك تخرج تصور وتكتب وتدير وتدير وتفعل 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 وفي الاخر تصارتي بدي بكي انا ورغم ذلك كنت تعلمت علاش كنت لقيت راحتي تمام علاش عندو الماتريال بزاف دكسير وكانت عندو البيرو كبير وكانت كنت جيكا نخدم وكان اعملي اللي كنا بجوعين تمامها بحلم كنت نقول صحابي خدموه كنت عبر راكو في تعاونية ماشي في جريدة خدموه انا وفهد الجريدة شوية اوكي سدات سدات في ذاك الوقع تانيت حتى ندخلنا احنا في راشي دياله في دارت فاييت اه في ذاك الساعة بدات كتت كتت نضغطر ذاك الالجريدة وصافي وصد ومن بعد اسستي الام تيفي لا اشتغالت عاو تاني في موقع اخرى اشتغلت في موقع واحد وصا مريت في منذ البداية دياله والحمد لله راه وماشي الله يعني المستوى الوطن يراها من الاوائل وكفتخر لديك تجريدة وفي 2019 درت جريدة دياله بشكل غير قانوني اني كنخدم كتبان كنديروا مقالات اللي هما في الفن ما كنبعد من السياسة مبعدكش بليصدع حتى 2020 مشيت درت الملاءمة ديالي مشيت الملاءمة عندها شروط يعني باش تدير الملاءمة خسك على الاقل الى عندك غيل الى عندك غيل اجازة باي ادار الصحافة اللي ها يريد عندك احد ثلاث سنين وكثيرين ديال البطاعق ديال الصحافة يتجريبة باش قدرت تكون تقبلك مدير نشر يعني من اللي توفرو في اليك شروط دير أن يكون أنا مدير نشر توجدت النيا بالعامة وحطيت الملف ديالي على ايلم تيفي وشتغلت وتقبل ونشي قدرت تغطية السياسية اه كانت قرحتي فالتغطيات السياسي في المجال السياسي وكثير في الصحافة الاستقصائية هي قليلة في المغرب وبينها أما على الحساب باش ندخل معاك المواقع العصاد الجماعي كيفاش دخلت له ومدخلكم صدفة وملي دخلتي اللي غيزوس يوسوب اللي كدي الفاساد كتجيب لها الربحة كما كان قولو ولكن انت كتجيب شي حقائق ووثائق اللي قليل في كلقاء وصحفيين مغربة بحالك كيدروا هاد الخدمة واش كان شي واحد عنده سلطة أكبر من سلطة الوزراء والسياسية اللي كي أعطوك المعلومة أولا هم بيناتهم كيدوزو لك ديزنفوماسيون لتصفية الحسابات بيناتهم شوف أنا دائما من اللي بديت هذا المجال بديت على أساس أنا نقولك الحقيقة ما عندي مناش خبي الحاجة اللي عندي وما قادرش نقولها نقولك لا ما نقولش لك كنقول لك مسألة دي لأنني أنا الميل فاتمي كنجيبوهم كنجيبوهم بناء على الاستقصاء كبقى نبحث كنسول أما أنا ما عمري بديت معمري كنت حاولت نكون هدف لبعد السياسي يعني ما عمريك شكون سلاح من أجل يشدك شو عد في الدو ويتيري في سياسي آخر بسبب الخصوم كنجيبو خدمتي وعد في الفاساد أنا أتنقول الله يضرب الظالمين يا بالظالمين وخرج دملي الف من عندي سالم أخرج شي ميلف من عندي سالم مش مشكل يعني شو عز ما كيدووز لك شو ما دوم ما عندي مشكل لو بغي دوزيش وعد يدوز لي هذا برلمان يفاسد وهذا برلمان يفاسد إنه ماذا بغي أعطي لأصرف ميلف وهذا بغي أعطي لأصرف ميلف آه يحتعيوا لي يا أخوي يكفي مبعد للأخوي يعني إنسان كانت إلى التعطوم ما كان قنزربش ما كان قلّبش على البدد ما عندي مين دين بداكش يديل لدي شد ميلف وourage نقدر نشد ميلف ويهدر عليه أسامة ويهدر عليه للحسن ما عطيش كل يهدر عليه ما نهدرش عليه أنا ولكن من نبط وجد نظر عليه أن تقيل كيف تقلب على هذا الزغفوماسك؟ هل تسوي الناس لك أسراف؟ أعطيك كل مثل لا يوجد معلم وجهة الشارع لا يتطلق الموضوع للشارع لكي يدرونه مثل القضية ديالس القضية ديالس مثلا أن محمد مبديع لوقيته كانت تورط في ذلك القضية نادل بطام صوته لكي يقوله هو الرئيس أخير صدرت فيها كيف كنت أعطي هذا الزغفوماسك؟ كانت بينا كانت بينا كانت بينا بأنك انتكى كواحد في الأصل ومعاصرة ومصوت على موديع أنا اللي أعطاني الإنفورمانسي وعطاني الملكتب سياسي مثلا ديال الحركة الشعبية قلوا لي أشرف بأن موديع ركز اللي معهم موديع رمعهم أنا اللي أولي خرجتها درش وقلت لهم أن رمك ساحي لأنه يكون موديع في رئاس الإجتلال الأمر غيري روصلنا لواحد درجة ديال أنا رمك بقاش لبلاد خصازير رمك وده بتخيل معي بأنه واحد يومياً كيمشي عند نيابة العامة كيسولو على الفاساد وغيري رئيس لجنة العدل هادك اللي كيسولو على الفاساد هو اللي كيحدد ليه الكورثي بحاله يخرجي ميزاني باش يشاري ذلك الكورثي هو اللي كيسرع قواني كيدوز وحدها قواني عشان هي لجنة العدل الغريبة والأمر اللي وصلنا لها سي أسامة والله القسم اللي كنت تأسف لتبسألة هذه هو اللي جان فيك تشارع القواني مثلاً عندك ساق قوانيات تشارع ذاك البرنامات اللي كتشوفه في تلفازها أراكين اللي جان اللي كيبدو فيها القواني اللي كيخرجو من القوانيات هادك تكدوز الغرفة الأولى وغرفة الثانية بجيس نوا مجد قالس باللجنة مقاريش قالس باللجنة قالس باللجنة قالس باللجنة عنده مستوى الدراسي دياله زمان ما احترامي اليوم كتلقى مثلاً ما فيتش إعداده ولا البتدائي وكيشرع القوانيات اللي ستسرع المهندس وطباب وأستاذ وغيرهم من المهن ومقاريش وقالس وكيشوفه فيك المشكل وانا كيشوف الرئيس دياله كيزيدوها كتاوش يديرها كده يعني كتلقى بعض البرلماني اليوم وواصل البرلمان ولو دينس باش يديرو تدوينا باش يغطعوا على الرئيس دياله ملمين كيديرو كيتلفو كيلقاشوا عدال زيدو كيزيدو وكيزيدو قانون الجنائي معرش في خبارك المغريب اليوم كيتمش بقانون الجنائي ديال 1962 ما عندناك قانون جنائي جديد كندروا لتكيف او اللي غيش دو بغيش دو غاديك 2 و30 في درام وضوك تعويضات كتعطوه في الشر كين 2 و30 درام كين 2 و30 درام كين 2 و30 انعطاك مدات تعويضات واسعى المحروقات المسألة التعويضات سوف ننظر إليها وننخاف منها المسألة التعويضات كانت خطيرة في التعويضات كانت 2-30 ألف درم يلي عارف انت كالخصصة برلاماني ولا كان مكلف بمهمة كلهم كيتكلفوا بمهمة كل واحد كيتختف بلاصة باش يولي مكلف بمهمة لماذا؟ كانت تجدو 8000 ألف درم كانت تجدو 8000 ألف درم إجرى الرباط إلا انتقل من الرباط اللي يجعلو ينتقل غمس الرباط إلا انتقل 800 درم إلا ما بغيرت في الوطاين بلا محروقات بلا لكارت إلا بغيرت في الوطاين ما بغيرت في الوطاين بلا البيطاقة التران البروميان كلاس فيها انا مستعد نعطيهم غير يخدمون غير يشرعون القوة ولكن يمشيون الناس اللي عندهم الكفاءات واحد قاري قانون واحد قاري مثلا والليجنة تفرق على الناس اللي فعلا ما يستهلوا وانت شد لجنة العدل وانت متابعة قضايا العدلة هادي وكذا وعادي ولا الصوت عليها بالطبع هادي على الصوت عليها الأخبار اللي رأتوا بزياء مخشم السياسي رووج لك ده باش انا نقول لك مخيلة ديه كينش علاقة بين وهبي ومبدع في هذا الافر هادي حسب المصادر اللي أعطوني اه في هذا العلاقة دي قال ليه قال ليه مرحبا بيك ماشي صاحبه لا أنا ما نقول صاحبه ما تقولنيش ما لم أقول لأنا نقول لي ليش مبدع تصل في المصادر تصلبوا بيه قال لي أنا رغا ندوز للجاة العدل قال لي ايه مرحبا قال لي مرحبا صافي قال لي الميلف ما الميلف قال لي رداز الحفظ شن يداز الحفظ هو إن ذاك الميلف المشابه أمام القاضاء مرمكيش مبقاش ليه وجود يا وليلة كرشو أنا كان قول رأي ديالي نعطك رأي ديالي مسمع لك عطا حشك تنقول مو بدعش قال قال غان شد رئاسة للجاة العدل غادي تسطروا عليها غادي تسطروا عليها بحالة يحكم على رأسي ياك لا مش يحكم على رأسي الحمد لله ولله من نياب الأم أن السلطة الشرائية والقضائية في المغرب مستقلة مي كان قولوا النياب الأم يعني إدنا واحد الرئيس اللي هو الداكي ما كي يحكم فيه تاشي واحد هو اللي ما تابعش للشي حزب سياسي ما تابع تاشي واحد الحموش لما تابع تابع للشي حزب سياسي ما تابع تاشي بفرقة الوطنية كتعية لما نبغات كي يميل في الفاساد كي يدوز النياب الأمم جيس على الحسابات كي يدوز النياب الأمم مباصرة النيابة تشحقق فيه بلغ تدوز الفرقة الوطنية بشي حيث تتسامع لك ودبه هو في سجن عوكاش المغبلي اه كي يفسي جن عوكاش ما زال ما تحكم عليه بش حامل الأمم لا مازال صعيب أنا كنقول زال ما كان رأي دياري ما عارش ما عارش وش خصويت جايل وما خصويت جايل كنتمقوله كان رأي بحالة بيني وبينك ونساوي كاميرات ما بينك يصدروا لي قال الأملك دياله في القادية اللي متابعة 10 سنين وقالها يلي مقدر ندوز انا بجهة مثل ما نقول وعب بناء على المصادرة ما عارش صويت تتالي نرمان ودقفت كيف ديال قانون جيناء ما عارش كيف غايتيروا عليها في مجاكين بزاف شنال العقوبة هل يعطوه عامين كي ما كيعطول المختصبين عامين عامين زه ما في مبدأ فاتشيلي زه ما فاتلقت لا لنا صعب أنا كنقول صعب وما عارش لا تعصب القادرة أنا ما قلّوقنا على قانون الجries ايلا تحكم عليك عامين اين تقدر تخلصها فلوس فيمج خلصها فلوس عامين خلصها فلوس للا ما يخرج شو اللي إلا أكدذه ليس اللي يقدر يعطي المغالطات هو أنا هو أنت ومسموح بيها علاش مسموح بيها الناس ما عارفيش وما شك يتواصلوش فما بالوك بأن هذا اللي تقترح القاون هو اللي يعطي المغالطات خارج وصل البرلمان كيقول المغالطات يشريح بسوء بنادم اللي عنده الفلوس لا شوف فاش نجيك واحد صراحة نقول للك يقدروا يستغربوا منه بزاف دي المغالطة ومنه من الناس هو نيك يقدر يستغرب أنا عزيز عليه وهبي كيخدم قاس الشيء أشياء اللي ما شاء الله وعرى ومنها تسميته العقوبات البديلة وأنا واحد إنسا من اللي بديت صحفة هذي واحد بداي على الأقل هذي واحد ثلاث سنين من الحكومة السابقة وانا كانت تقاتل علاش حاسمتها العقوبات البديلة علاش ما تكونش وانتها صحي اللي كتشد ليه واحد على السيعة للنافقة الزوجية مثل التشور دي الحبس للحبس وشحة تخسر عليه داخل السجن ذك شيعتاي للزوجة ديها لوغة صحي مثلا كتشدوا على النفقة الزوجية ما قادرش يعطي الله غالب ما عندوش فلوس كتشفته كتشول ليه تتابعه إذا ما عندوش موحامي كتشوفر ليه انت موحامي دولك توفر ليه موحامي وكيمشي للحبس وكتشخلص عليه ما بينت الطبيب دياله والماكنة دياله والصهر دياله والأمور الأخرى وكيعمر لك بلاصة ورمينا لك حلو وشحة تخسر عليه وعادت الطبيب دياله ولا قاسو شي حاجة ولا بغاشي حاجة وتنقوه دياله وصير واجه من المحاكم وصير وفالأخر اذيك سيداك تقول لها صافي رحكمنا عليه سيري هاوش كلها يعوضها يمسكينها واغي دكش لا تخسر عليه وسط السيجن اعطي دكسيدا وهو شده عاقبو قولي شوفر الزوجة ديالك ماشي اللي متابعك راني اللي وليت متابعك كدولة هو غي يترى ده يخاف ايامشي يقلب على الفلوس فيه ممكن ويجيبهم وذيك ساعة ما عندوش عندك الامكانيات ديالك ولكن ما تعمروا السجوم دك العقوبات البديلة ديالة ديالة باش ما ندوزوهاش ونشرحها لك العقوبات البديلة شكي يقول لك وهبي شكي يقول في القانون اللي هو كي يديروه ومغاي يسوقوه باش يجيب البوز وما عشان بغاي يدير وكين كي يقولك ديالة ديالة الشخص اللي عندو واحد سنوة معين مثلا وصل واحد سنوة عام سبين عام ما غايشكلش ليه خاطر لخرج يشيري يمو يخرج هذا هو اللي هدره اللي كان في قانون جيناي حيانا مليه هو هدر ديالة ديالة برصة ما كون هدره شي واحد كي يسوله هو بشي يتسول تناس خرين اللي يشترعه القواني وبتالي الله يعطيكم الخير رادي سي تنوة يقول قالوا لي لا أشرف رادي رادي الناس اللي عندو واحد سنوة معين ما قادرينش يشكلوا خاطر كده يقدروا يشتريوا الايام المتبقية لهم وكيف عقوبات معينة را ما شيف اي عقوبة مثلا ما شيف اي عقوبة تسيري استيجن لأي واحد يقدر تسيري استيجن لا خاص يكون عندك واحد العمر مؤيان وتكون ديك الضرفية اللي ما اعتقل عليها مؤيانة ويكون بزاب الأشياء باش تقدر تستفد من هاد وفي إلغاء الجريم لعلاقة الرضائية إلغاء الجريم لعلاقة الرضائية اللي بغينا أدره إليها ما يمكنش ندره إليها حيث منزل مشروع قانون ما كيش قانون هلاش باغيبو هيبي حييتك الفصل جلالة المالك را كان واضح في الخيط عبديره أنا لن أحلي لما حرمه الله ولن أحرم ما حلله الله كان واضح في المسألة دي المدونة الأسرة دي العلاقات الرضائية أنا وصل مدونة الأسرة إيقان وخصوية بتلخصوية فاليدة ماشي من عند وحبي لا وبينا ما كيش قانوني ما كيش قانوني مزاف دي الأمور بتي غرفة الأولى الغرفة الثانية ما كيش قولي كي فاليدة زيما تصوية دي البرلمان In كي دوز فالبغروفتين كيدوز تجاردية الرسمية ما الي كيذرد رسميه بخريج ان يرتفج على قانون بقياها بسرع قانون يخرج و يصادق عليه لما دOW الدجارية الرسمية مكي يتفعلش القادمة ما تاخدوش ب garsئيبار تعطي بخرج ثانة يخرج من جارية الرسمية راء وخرج صادق عليه تمت المصادقة عال القانون ما دادش نشجارية الرسمية ما عنديش باش نقدرة نحكي مالك خاصو يدوج Guzara theel comoowania هناك الكثير من الأمور وهنا هو الهدف دينا هو الوعي دي المغاربة المغاربة يتبعون مع بعدياتهم بسألة العلاقة الرضائية كأنها قانون ويرى بسرع قانون ستتبع بالفاساد وستتبع بالقانون الذي كان قديم كذلك ستبع صاحبك ستبع صاحبك وهو مشكلة دينا نقول لك إنسان يقاس في أشياء اللي أنا كنت أصنع في وزير العدل يجي ويقاسهم في التجريع وهو قاسهم غير أنه فمه ما كان فمه يصلح الجزائر ولكن هوا في المورة يأخذوا الجزائر يأخذوا من الأكل الأقوال ديناه باش كي يبنيوا لأنه يخسروا الصورة دينا كتبالي عندك واحد جراء خطير بالعكس أنا أقول لك شوف أنا ما كيش شي كلمة كان قولها ما كتلقهاش وسط مغريبي وسط شي مغريبي من الداخل كما يقولها أخلق أغلب يدي الصافي ما عنده وجديك الجراء اللي عندك بالعكس كلهم عندهم نفس الجراء تيارات لا مسألة تيارات وصافي أنا شوف كنقول بأنني أنا أقول لكم الحاجة اللي كنقولها مع راسي كنقولها كيلي كير غير أنا غيرت قدرت تعتبرها غير بغيت نقولها كيلي كي غيريو الفلوس كيلي كي غيريو أنا عاش وحد المسألة كتغريني وحد المسألة كتت تجوية فعقها فعق شنو قريب لدارنا كينا واحد بلاصة مني كندوز من حداها كنقول واهلي زعما وش هاد صافي كتوقفني ذيك البلاصة اسميتها بالعباس مقابر بالعباس كنقول صافي هذا هو الأخر هاد هو الأخر عندي وحد هاد في الحياة ها وعندك لا ترجع لهذا هاد هي ها هي غشق حسباني ها هي ما زال ما خلصوك شككة لاش لا بالعكس بالعكس ها زال ما وصاتك الخلصة قسنا سا 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 شوف حيت شوف هناك علاقة وطيضة كما كتروج دابة بين أخنوش والصحافة أنا عالك تشوف أنا الصحافة غير مستقلة وإن متابع الحزب أو أحزاب سياسي اواشو جبدي اشي الصحافة مستقلة في المغرب وجبدي اشي الصحافة مستقلة في العالم غزبتني به Tesla جميع الصحافة باشي للتيارات جميع بأن أنا عندي طيار ديالي أنا عندي طيار ديالي اللي هو مثلا للمواطنين اللي هو بلادي ما تناقشنيش بلادي واخلصتي سهلا أنا أنا بغي نبيع الماتıp من دابة او قلوس لك قدم كاميرا أنا بغي نبيع المات كيلة دائما بغي يجب ان بيع المات يعنه لوصتهت الخلصة اطabet باع المات لم document نقولك علاج غير وشي يقدروه بدك الماسو بالتامن اللي بغي ينبيع بي ولكن سي أشرف غي يقدروه بالتامن اللي بغي لا كتبسي واحد الحب وواحد الاحترام عند بزاك ناس يو والله يتغن بيع الماسو غايبقوا يبغيوني لا قبلوا بهات تامن اللي بغيت دا موشكي بالتامن أنا طالب بيوح تامن ليمين كاشي قبلوه بغيت نبيع كل مغربي بخمسة درع صافي درعهم ربعات المليار سكل اخطاي اعطاني ربعات المليار تكونوا وقت المؤتير اللي يقدروه اعطاني ربعات المليار وخانكون قنقن اتصرف بايضا ما يعطاني ربعات المليار ربعات المليار اللي اخديتيا دا بلا اخديتيا ربعات المليار إلا اخديتيا ربعات المليار تخيل انك باقي كل مغربي بيدرهم خارج للزنقة 40 مليون ترهم والله اخويا لك نقولها وصلك لوحد النبو ديال انني أناكت لمست لمست ذاك الحب فلمغاربة وذاك الحب اللي كي بارتاجوا معي الناس في الزنقة خارج مع ولداتي والناس كي نعتو فيك والناس يقولك الله يرحمله هاتي واحد السيدة طلقتني اللي باع رح مرة كبيرة ما عمريت خليش انا مراه في ذاك العمر تكون بتبعني هاتي واحد كلمة قلتها ليه ممكن مش عيك تفازعش قلت لي يا ولدي بسبابك بسبابك انت وليش كنعرف انا بزاب ديال الحلول كيت تحلو بالعقل بشي بالفوم والغوات وقي القانون انا مش ينقرا وغاني سيرو امورنا بشي انا مش المقاطعة عنهم بدان غوات بش نبان كي بزاف وهذا شي كي يقولو للناس كي بزاف يعني واش هاد الاحترام غيبقى هاد الحب غيبقى ما بدى الحياة ولات انت غا تبيع الماتش ديال بصاخ غا تبيع كلها مغرية بخمسة ترام للا يا ودي انا لك انت غا نبيع الماتش ونقول لك انا غبرة غبرة واحدة انا رجاء ما كبقاش نقولك اراد تعالت العرود وشحلت انتلقها ديال العرود ولكن تلقيت العرود وما مغيشنا ضرفاتي وكي كنقول لك انا العرود اللي كنتتلقها ومكنقول له ايه مرحبا انا معاكم حيث العرود اللي كنتتلقها ما كنتتلقاش هاك فلوسوسكش يقولولك هاك سيني معانا وآه مرحبا سيني معاك وبشو عرود رماغين ما غا تبدلش بأصرف شي حاجة وكيتلقى يجوك عرود وره كي يجيو ماشي كي يجيو وزراء وخلينا من وزراء ماشي وزراء مؤسسة اللي كلفة بابد ومؤسسة اللي كلفة بابد انا كنفرض مسألة ديالي ديالاناني انا رماغين بدلش من اصرف ما غي تبدلش اصرف وليك تغات عطيني مثلا قدو قداغي باش نسكتش عطيني قلب منها باش نخدم لك ديك خدمان اللي غا نخدم لك ولكن نسكاتي رماغة تشري وخي يكون بوزير انا كنقول لي هو عارف لك حاليا ما تبع تشي حزب ما تبع تشي حزب وما عمرا قدتبع لشي حزب وجو ممويلين وما بغيتوا بشي من مجرد سياسة انا اصغر واحد في الشركة في خمارك حاقتها تشيراكي انا بزين في 1995 اصغر واحد في الشركة الناس اللي معي اللي اختبعي اللي بديكاراني فلاصة الناس اصغر واحد هو انا وما عمري تعاملت معاو كوني انا مدير ولكوني انا لا كانت تعامل معاو كون كواب انا سالاري بحليبها. وفعلا سالاري. انا رمشيت شريص داري بسالاري. كان خرص برا بفيزا بمصد الشركة اللي هي ديالي سالاري. كان ديكاري براسي اعادي. كان دوزي اجراء شهرية اعادي. فلوش شركة فلوش شركة. ما كانت عامل سالاري كأنني واحد منهم. حلوش تتربحوا الفلس نصمان الموقع الصحفيين. من اللي كنفونسيوا اشارات. معين انني مضايق في. انني اشارات في الام تيفي. انني اشارات في البروديكسون وانني انا شركة الانتاج وانني شركة تابع لعبة الجريدة. وفيسبوك. الفيسبوك مقابل لك. انا عندي موقع في ملقة تات. ما بيش نديرو. ما بيش نديرو. ما أخيرا انا اتدركو وورا ما كيش اسرط في القناة ديالي. في اعلام تيفي. ويا الله بديت. انا رش حال اندي بفادشي. يلا بديت يا الله بديت وشغر عشرة. اول مرة. ودخلت تشيغي الصدفة. لا يتعرفون أن الناس يتعرفوني في زبق أو شيء لا يتعرفون أن الناس يقولون أن هذه الطريقة لا تدعوا فيسبوك وحباً للشورة بلعكس بلعكس أنت تقرس إحضار ناطق الرسمي لإسم الحكومة لا تتمتم لا بالعكس لا تدعوا نفس الطريقة بجيء فيسبوك نجوبك على المسألة أول حاجة بدأت معك فتقادية الناتق الرسمي أنا بدأت المسألة الشورة التي دافعيني لم أعد وقعت نفسي أنني قدر ندخل الموقع في الوقت على الصغير نبقى في الكواليس ونعمل ولكن ما بدأت؟ هو أن الناس يتعرفون فيديوهاتي وماذا أنا لحظتهم؟ بلعكس بلعكس يدخلوا عندك ناطق الرسمي يتعرفون السؤالي يتعرفون الجواب للوزير ويضعونه في البابات والناس يتعرفون فيديوهات تلقيت رأسين هل أول يدرت فيديوه يدرته مئة عالف أول فيديو يدرته أول يدرته بلعكس 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 البحث 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 والشهرات سأقول لك أنت سأدرك في أي فيديو أن أردت لم تكن أحد يتفرض فيه ويقوم بجامعة يتعرفون بقامة لم يكن أحد يتفرض فيه لدي الهدف ويقوم بإخدار شيء من الداخل يقوله يمكن أن تكون منافسة لا يجب أن يقول لهم يمكن أن تقول لهم ما هي الرباح؟ ماذا الرباح؟ فاتش ما هي الرباح؟ كيف تفضح الفاساد و السياسية؟ ما هي الرباح؟ عندك سقدر تقول لكي يوتيوب ايضا ستقدر تقول لكي واحد فيسبوكي وانت صحافة يعطي دور ديلك دور ديه كرباح ديه كبير دور ديك تقدي كصحافة شنوش هذي كل حلم ديال الصحافة من اللي كنا نتفرجوا في الأفلام أنا والأفلام مصرييا فقش نقولك أنا والأفلام مريكانية كنا كنتفرجوا عالفلم ديال نور شيريف كي دير ديال الصحافة السقصائيون وأبقي صغير وكي عاجبني كنتفرج في أفلام أمريكي أو شاني ديال أريك أن تقول أن لماذا تقنع الخالي الجامعية ولماذا تقنعهم tugراٌ لا يعلم خلافهم أو غير العالم حلها أريك أن تقولوا بخير لماذا لا ترجعهم؟ والغير ضررق القانون لا تأشبك لا تنظر أشرف شيء بشكل غريب يجب أن يقول كل المغريبي من نسبة لي والمشي الحبز تقدر تكون مقارج وتسير حياتك رأى الناس يدخلون المقاطعة بغير ورقة ما يعرفش عليها كيف يبدأ يدر ونقول له كان عودة حال الوقت فأنا قلت عمو أخارا حال الوقت الوزارة الداخلية تدري الإرشاد المغاربة اليوم ما بقى عارفين ما بيت دور ديال المقدم مع القيد مع العامل كل شيء يدير نفس دور ديال الدور يعود السلطة مثلا اللي هو المقدم في المغرب كنتمشي لمقاطعة هادي موظفة تقول لك سير عند المقدم يعطيها لك في القانون لا يوجد لا يوجد أن تحمق نفس النار لا يوجد أن تكون دور ديالك شوف يا الله تصل بسيد أشرف بالمدن ويسكو في العنوان قال لك اه اعطيني الاسكنة ديال خمشي في حالك قال لك لا اخليني اجيب لك الاتباسة لاني كان سكون تماما اما انا بدأ نقلب على مقدم في مزنقات لا يوجد في القانون ويسيني لك من الفوق ويسيني لك ورقة يسيني لك في الدار ديالك ويسيني لك ويسيني لك تدور معك لا تدور معك انا لدي الهدف من تدور معك اما تدور معك ويسيني لك لا تدور معك لا يوجد عوان تدور على البناء سير اخويا عند الموظف المقاطعة تخدم معك بالقانون ستتغوث معك ستتفهم معك ويسيني لك لا تدور معك سيتت في القتل بسيطة اهدف من عند لك وصولوا جديد عوان... اذا ما لا تدوروا من فتحكم لا تدور متوفر بسواق ان يصبح متوفر أتقل لك أن تأتي إلى طرق بالنسبة لهم واحد الصحافة أنت تتعلمين لا أتجعلني والذات التي قالت لي تعتبرني الإثبات ونزيلتك لك فيديوه أنا أوصلت إلى الفيديوه رغم لي المليون لماذا؟ وصلني أطلق عامًا خطأ جداً أتوأ ملتك أمشأت هكذا استدل مليار أراد نوشي سحرا في المغرب راه ما شاء الله خليك من مايكل اونار تحطو الملاير هنا كيدلك هو 400 مليون جيم بركة بعيدة 400 مليون عندها سوليسيون قانونية ما عندك مين شدارة خرجتك طريقة قانونية هجيتش استدل مليار اللي خرج بالقانون ماكينش قانون دارو مبغلو ورقة مسيني فيها سولالي ومؤشر عليها السلطات المحلية والباشة والقيد والاخر ومؤشرين عليها من التحتي كنت أفعلها لها ماكتباه 3.000 مليون ورقة كتباه من خلال الوبيس ماكتباه ماكتباه خطوة وخدت بنا بالتوتيب ماهرو وقفوا مليار لأنهم لم يدفعوا 60 ألف درهم أو 80 ألف درهم كيف يدفعوا من اللي عاقوا الفلوس كددخل؟ هم يبدوا يهزوا قال لي كي عمر 23 ألف درهم ورشيح هم يحبسون لهم كي يخدها بشحرق بيع ودعم أخر وخلع كي يدفعوا غير سرباقه كي يسكن في المحمدية ماشي سولالي وخدها خاطئ رجي توصلت بك الوقت عقاية الأول حاجة أعطاني الأخر باش ما نكون شهادك سياسي توصلت بسمي بالبرناماني دي المنطقة حتموت تمام في المسألة دي بخوت وتمواق جاوبك جاوبني بكل احترام ودرت معا بكل احترام سامعيكم أكبر السلام مع فاكرة توصلت بكذا وكذا وكذا غالي نعطاك الوقت اللي تقدرت توصل فيه الإثبات دي لاتشي كدوب ووركيرا وخات بي كدوب رهان أخرج نقول هذا شي غير وغا نقول لأراء بجوت الرأي دي لكل رأي اللي وصلني وديك ساعة خليم غير بيحكموش قال لي يا الجمعة الجمعة ما توصلت بوالو سافت لي رسالة أنا ما كان عايش فتريفو كان سافت رسالة لا كان سافت رسالة وكان دير خدمتي وش بغي تدير خدمتك حيث صحفي والصحفي اللي وخيبك يدير وش هدخدام اللي كتدير نفاع لبع انت بي تدير فيها المحقق كونان لا بالأكس هذا اللي قاعد بحطة لي كازا أواقر كان دخلت وانتوصل كازا كل شي يبقى يقولها محقق كونان زيادة مغرية لا بالأكس بلاكس وش ما بحتاجيش صحفة بحلكة وش ما بحتاجيش صحفة السلسائية انا خرج من عندك دابنسد كل شي وش ما بحتاج صحفة السلسائية ببك ولكن وش عشاف اللي بود دين دابو دين 25 يا كناشي نهار غاد ينضغي فبقيش غاد دوي على هاتش يا ودي شوف رمكيش حاجة ما كان دويش عليا دويش عليا كل شي واي حاجة توصلت بها كان دويش عليا انا قلت اليوم الوالد يكون مسؤول جيني ميل فعلية نقولها الله يتمونها لما تفضح الجزائر مثلا لاش دي ما احنا كنشوفه السلبية عندك في فيسبوك في المشاكل الداخلية لما تشوف الجزائر لما تشوفها فوليوزاريو انا نقولك انا نقولك اول حاجة نهضرش على الفيديو الاخير على فرنسا من اللعب العار ان فرنسا تعطينا مبادئ وتورينا القيام في الحقوق الانسان تمشي تشوفي الحقوق الانسان ديالا هي بدأ يعني من اللعب العار ان الدول ديال تحت الويساية كتقطتها بالراسة احنا دولة استعمارية من اللي شوف مظهرة مخرجينها ناس في الجزائر وانا لاش مغاربة ولكن انا باش نظر على الاشخارجي وانا مقاريش قانون دولة ليه لا نظرش على ما قاريش قانون دولة ممعنديش ديالاية بالموضور ما تنقرش نعطي ليها رأي اندا كتسبة لي كاي نقول السال وانسافي تقلب علي البوز وانا ادساس تنقل وانا يتقع امان افرقبشك وانا يتقع امان افرقبشك وكيمشي كيرقها من حقوش أراك يقولك لله يخطفك الحق واناك سحوكات شكي يدوز وانا كنقول لها كنقول انا 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 من المبدأ ديالي اللي بنيت في حياتي وانني انا اغداخ ويا اسماء بغي نموش ومسامح لقاء الفاسيدي في البلاد اللي هضرش عليهم الله يلا مسامح لي ما اغدا قدام الله كنقوله دائما علاش حيش انا ما اغنسمحش اغنقول لك شي اغدا غنتحس مع ربعد الناس مع احد الناس ثلاثتناس واشك داخل ما واحد تابعين وربعين مليون الناس أغدا قدام الله تابع tra 40 مليون 40 مليون العديد و40 كين أغنicaid با تسرق بعد 4000 مليار من مقتط good للاستعجالي للتعليم شو عليك الاخذ كن شوفك كنال خواء sweeping لا تهترش بالك واحد دارس والي الوريدة لما تتفرش فيها نيعين نعم مرة شفت فيديو دي غيك تشوفه وقدين لي بحلقة كنت قلني ما مقدرش نتفرج به بعد مرة أخرى انك تشوف المشاهدين يقول لي كيش قلني على الأقل راشك اشدر من فعل مو أخرى شديتها قلني رسوطيتي الميل في ديال سرقنا لدي لك السل المليار اللي تسرق كنت له هاتي هذا هذا يبنته وهدي بنته وهدي شوش حالخده من المال اللعب هاده ماشي مدحقوا بساوي سروا هاد الوثيقة وليش أنك برد فعت أقول الوالد، أبشي، 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 يا الناس كيسنع قلت له أصافي وتخيل معي أنت المعلومات مين تتوصل لك على بلادك هؤلاء الناس كي يكونوا فيها هكذا والأرض هيكة بقاتها هكاك ما تصلحات ما أولو والناس اللي عندهم الحقصة مين يأخذوا ذلك الشي ما في خبارهم أولو مساكن ما في خبارهم مش تتاحظر أشرف من بعد ثلاث سنين عاد الميومة الصباح معي تايغت سيت يقول يا حسناً، أنا مجد أدفه لقربه 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 ما هي نكراه الناس على بلاده ما هي؟ هو أنني منزيوا أخوك صغير كيمي لا تضربوا وتكرهوا وتريعوا من داره لا تقرب منه هكاك بلادك هكذا ما تعرفوا فيها وتقرب منه لا تكرهها هكذا تقربوا وعروف عن هكذا ما في الخصوصة الناس لا يتصوصهم يقول لها لا لا يتصوص الهدف هناك منتخبه هذا هو هدف ذلك هذا هو القوة ذلك وأنك أنت لا تصوص عنده ميشين ورقة من ميشين درم يعني عنده ميشين صوت إذا كانوا واحد في المنطقة فيها سبعمائة واحد رأى عنده خمسمية سي وثماء غت خلق ليه مشكل خصمتش تصوت حيث ما عندهش لوراق ديالها حين ربطنا المغاربة بمسألة انتخابات بالفلوس ولا صوت يتباع ولا عنده ربطات ولا مرصخة عند المغاربة ونجد لكم أنه لو ما نخلعك بها وقال المغرب رأى تسعين في المئة ديل الأصوات الناخبة من العالم القراوي اللي ليه ما كيمشي شي يصوشو ما كيمشي شي يصوشو مثل وش كي تيقو في المتحدة؟ الكتلة الانتخابية كلها كتشيل تبع وهادوك اللي كتقول علموه وش كي تيقوه وش كول يكررهم وما صندق القشرة حيث أنا احنا احنا يبقى خمسة احنا خمسة كن أكيد أنه اللي كتعد نمسألة الوائي احنا بخمسة أنا غنحطه قوسة على رأس الهرامية ديال البلاد اللي هو فرأيس الحكومة كون شي غي يقول كون شي غير مضيح كون شي غير يهضر وكين علاج حيث عندنا غير جوجة لديهم العقل وفي ذلك الجوج ممكن تحكم بناسه وش كتشي تروي مالحال ولا يكون اجمع كون كتش بل الشفافية كينة في انتخابات؟ احنا الشفافية كينة في انتخابات؟ حاليا صندق القشرة كتحكم الشفافية ماكتكون معها سنقلق القشرة صعيب انك تقول مكيت الشفافية صعيب انك تقول هذي المسألة فخبارك دراء في قانون الجنائي أخرج ما عندك من هنا نشعر من العدموك دي قفل صندق شعر عكاينة كاين دين وكاين شاهدو مسائل دي الفلوس كتتحرك أخا باش ما نزدقوش في شي مشكي ولا في شي حاجة قادي نعرض عليك بعض الأخبار وقادي تعطني التعليق قسار في 30 ثانية ودقيقة يصدف عيد الأضحاء هذه السنة موجود ارتفاع أسعار دفعت عدة مغاربة للمطالبة بإلغاء هذه الشعيرة الدينية لما أرجعوا لنخفاض القدر الشرائية مستحيل مستحيل أنك تلغي عيد كبير حيش كون أكيد لغيش عيد كبير اليوم هذه العمادة معمرك العمز جي عمرك الأعوامات الشرصية معمركش عيد حيث الفلح اللي هي رجال سيوجد وما يمكنش قول المغاربة اللي نحفيكم ما يكيش لعيد الأضحاء وذك الفلح اللي هي العمز جي غيقتلك الكسيبة كاملة غييد فعيبقها العمز جي الله الله لعطاك الكسيبة وكسبت وقعوا أنه ما دي يكون ارتفاع في أسعار أغناب بسلسلسل غايش تلوي السئوسة ما كن أكيد غايش تلوي المغاربة الحكومة كدت أنا ستتتخذ من التدابير جملة من التدابير لضمان مرور لعيد في ظروف جيدة وش الحكومة يكما غات كذبت علينا كما قذبت علينا فرمضان في ارتفاع أسعار غات كذبت عليك كما قذبت عليك العمليفات فرمضان من العيد كبير نيت من اللي قاتلك الحاولي بتممية الدرم السياسة في الحكومة ما كيش الإرشاد السياسي ما كيرشدوا السياسة كيرشدوا البيروقراطية وكأنهم كيتعملوا مع شركة وإحنا غير موظفين عندها ما كيتعملوا كأنهم ما كيمارسوا السياسة من اللي كيخشوا وزير الفلاح العمليفات وكيقول كراها في فيديو أنا السؤال ديالي ننتو صرحت لي إحنا آيد الأدحاسي اللي وزير على الأبو صنع إزراعات التخت وينوضوا وقال علي بفمو نسالوا نورك الفيديو بينهو بينهو هكذا قال لي حوليها غير يقوم بـ 800 درم وهذه كانت خلقات مؤجة ومغربة كاملة نعرفوها حولي بـ 800 درم القاوم غربة حولي بـ 800 درم وصير شري تعالى العمر يقول لكم بـ 800 درم نفت جماعة تتوانصحة الأخبار المعطيات التي جرت الدولة عن نطاق واسع مواقع التواصل الشميع عن البيع والسهلاك لحوم الحمير معبرة عن إدانته لهذا السلوك الذي يسئو بسبعة المدينة ومكانتها على شدة الأصعيدة ومؤكدة أنه بدأت تحري تبين الأمر مجرد إشعة إشعة وكانت في مصر تصور بدأ اللي راجلت أنا شفتهم وعرفتهم مصر مصر وحش ديت صورة زوميشة في البلاصة لقيش الأرقام ديال الصورة فيها الأرقام بالعربية إحنا مقليلي كيدير الصورة بالأرقام العربية ولقيش بأنهم وحتى الخناشي ديال طحين قلق زوميش ومزيان ما كينش في المغرب هذوك مكشوب فيهم أسماء تبحت على ذلك الشركة تلقي شو مصر مصر سهل 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 شي مغربية خسمة العقل عيش يشوفه الصغر التحري كيمش يشوفوا حشا كذلك راس الحمار ويقول مه مغرب حي بيعات في سلام مه ندرف السلطان في كازا وكيمة غير شوية للعقل شدت الصورة بشوية بشوية زومي غتبالكو حتى الخناشات يلطحين تماما بحطوطة شوف ذلك الشركة أتقرعها مكشوب ديك تعلوك لو سحب حالك تعلوك أدخلت قمنا قد ديك لجوجل 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 إمام مسجد وخطيب جمعي الحديد من المنطقة المذاكرة نواحي القارة مشتبهون في تورطي في الشذود الجنسي والنصب والإحتيال على الشبان بعاصمة ولاد حريز بتقديم وعودي قصد تهجيرهم إلى الخارج والله ما في خباري ولكن ما أكثر المسائلات فإننا خصنا خصنا المسائلات خصنا المسائلات خصنا المسائلات هذه المسائلات لا لا والصح الصح ما في خباري أخبارك بش تقول لك أنا أمي فيسبوكيا جايل انستغراميا غير واعي تشكتوكيا كنت ندخل نحت الفيديو ما عمرت فرش فيديو ديك لجوجو مرات ما عمرت دخل تقليت في كومنتي راس ما كنجوش في كومنتي راس أنا هكذا ما كنفهمش لانستغرام يالله درش وديش شهرين ما ما كنعرفش الليكش وعن الإنسان وارخي كتر من من ما كنتفرش بزر صحفة المكتوبة بزر لا كان لجاء الوراق كتر من أنني لجاء التليفو فيدي وليش ديجو كنتفرشي في هدوك الناس يكونوا غادي وكيطاحوا على غفلة وكذا كيعجبوني هدوه ش عمر تليفوني مبادرة شريعية تقصرح تمكيل أمهات في المغرب من الولاية للأبناء حزب الأصار ومعصرة هو اللي قصرح هذه القضية باش يبدلوا المادتين 230 و 230 و 230 مدونة العصار مقرح قانون ناري صادقوا عليه لكن شنوبالك فيهم زيان ولا لا شوف القاضي كتبقى عنده شوف مسألة شريع في المغرب تبغير رأي ديالي فيها لا وهذه ديال تقصرح تمكيل الأمهات في المغرب من الولاية الأبناء باش يولي الأب والأم بجوء جمهورات الأمه نعم نحن في حاجة لأبناء من قد تدذكار حيث تدذكار من مره أخرى كيف تزد المسائلة فعلا والقاضي محكوم في تشريع لا تقصرح ومسدود مقيد ما عندك الولاية تشريعية ما نعطيك من اللي تتعطيها تتطور القاضي نحن نعطي المشكل القاضي مرتحين في المشاكل وزامتين في الأشياء ما خصوصنا تنشو فيها تشريع نحن في الصحرقة مثلا في الفوصلة ومثلت خمسة سنة ومثلت تشرع يقول لك من خمس سنة وثلاثرين سنة وانت تساهم في الفاساد وصل المجالس وصل القوضات وصلها بس من عطيه الأشرة في خمس سنين من عطيه عشر سنين وبرس من عطيه عشر العام من عطيه غير سنين تشرعه خصويت قيد ومن لعب العر أننا ما زال غاد يبقى نجيناه من ٩٩٨٢ في المغرب وعصفي ومثلت تسهدر معك تقول لي وابدلوا القوضة يقول لك هي تتشوف رأي كل حاجة رخصة وحدة ٣٠٠٠ وورقة وكلها وشكتير وشكتير ماذا تتشوف تشوف تنجيل من الله لا يعني تتشوف تنجيل من الله وصف من الوقت يقول لك ويقول لك من وجود نجوم نضع هامرة وشكت همرة أنت قاعد من ١٩٨٢ ومشاهدت قاعده جنائي بقى كنتمشي ماذا كان قاعده لتكيف ونقلبه لتعديل ونقلبه ونقلبه ومه ما زالك مثلاً عندك مشكلة للدراجات أنا أقول لك الأول مرة الدراجات تخطينات القاوم غالباً مشكلة إليك تحيك القاوم مشكلة ولو ده بك يتلقى القانون؟ لا كيف تكيف هذا يكفى جزء روايد وفيها محرك يحرك محرك ده دول عجلتين صافين دخلات القانون كيف هو القانون في قانون ديالهم يقول لأخويا تبناء الكارت غريز المحرك المعدال دياله فهذا ما عندك كارت غريز ما عندك كشي يلا ما يمكنك فههمتك تشير صرح البوليسي لأرى لا سيرونس ما يمكنك اطعودك للا سيرونس يلا ما عندك كشي كارت غريز رخ سكون تشوف رحبة سألت وعي البلاد أتوليش بالك سهلة عنشك تتلقى محاميين برتاحين في حياتهم حتى القانون يتغيراته وإذا استفتت أن تغيراته بطريقة الإيجابية تكون بزياد وتوعى مشي لوعي هو ومن أن تكون لديك تكسورة وتفعيل وعندما تحتعر من ذلك الإنسان ليس لديك تكسورة أنت تحتقر موظف بساسط لذلك ستحتقرك هذه الأساس في الخارج ستقطر تقترها ولدك تكسورة وعندما تجد أساس ويخرج لك ويسر بقيمة وكذلك. فتحق في بوليسي وتقال لدينا مشكلة في المغالي كان ينسى أن هذا البيسيكس ستجدها في دار المريح ويسر امك وابك واخك كيف يمكن أن نعرسوا اليوم أحد الأشياء التي لا يمكنها والعكس هو صحيح والآمن بعدها ينشيوا عليهم في الكثير وبعد مرة تشوفوك نقول يشوفها خيرها صعيب أنك تكون كتبت المديرية العمال أو الوطن أنت كتبت نفسك حيث تبت تصرفات صعيحة كتبت المديرية والله خلينا نصبحت نعاسي أشرف شكرا مزاف حد السيم على في برنامجتوها شكرا جزيلا لفريق تصوير ريدا وشاما والفريق مونتاج توفيق الحياني شوفوك مرة أخرى إن شاء الله حلقة أخرى